وبعد تصويت مجلس النواب على تثبيت موعد إجراء الانتخابات العامة المقررة دستوريا في الثاني عشر من آيار المقبل ألزم البرلمان الحكومة المركزية بعدد من شروط أبرزها حصر السلاح في مدة الدعاية الانتخابية على المؤسسات الأمنية وقال مراسلنا داخل قبة البرلمان إن مجلس النواب طالب الحكومة بتوفير صناديق الاقتراع للنازحين وزيادة عدد المراقبين المحليين والدوليين فضلا عن ضمان عدم مشاركة الأحزاب التي تملك أجنحة مسلحة والاعتماد على التصويت الألكتروني في جميع المناطق إضافة إلى توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات ويعادة النازحين ومراقبة البرلمان لهذه الالتزامات من خلال لجانه المختصة قرر مجلس النواب المصادقة على تحديد الثاني عشر من آيار موعداً لسنة 2018 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب على أن تلتزم الحكومة بالآتي أولاً توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات ثانياً إعادة النازحين لمناطقهم ثالثاً أن يكون التصويت إلكترونياً في جميع المناطق رابعاً أن لا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة خامساً قصر حمل السلاح مدة الدعاية الانتخابية وبعدها إلى غاية نهاية يوم الاقتراع على المؤسسات الرسمية المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية سادساً زيادة أعداد المراقبين المحليين والدوليين ومؤسسات المجتمع المدني ومن الأمم المتحدة القيام بالإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الواسعة في انتخابات حرة نزيهة سابعاً ضمان مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات من خلال وضع صناديق للنازحين في المحافظات للنزوح الداخلي ثامناً يراقب مجلس النواب العراقي ومن خلال لجانه تنفيذ الالتزامات الواردة وتقييمها وتستلم رئاسة المجلس التقارير المتعلقة بذلك تصويت مجلس النواب على القرار المتلى نعم بالإجماع تمت الموافقة على ذلك شكراً جزيلاً